أهلا بكم مشاهدين مجدداً وفي الفقرة الطبية سؤال كيف نخفف من آلام الدسك ويعاد الدسك من الأمراض الشائعة بين الناس ويتمثل بانزلاق المادة الهلامية الموجودة في وسائل تفصل بين فقرات العمود الفقري وعند خروج جزء من هذه المادة يصبح الاحتكاك بين فقرات العمود الفقري أكثر سهولة عادة ما يكمن الألم بشكل أكبر أسفل الظهر وأحياناً يكون الألم في الرقبة ولكن هل يمكن تخفيف ألم الدسك؟ هذا سؤال فقرتنا لهذا اليوم وللإجابة عن هذا السؤال يساعدنا أن نرحب معنا داخل الستوديو بإخصائي العلاج الطبيعي يزيد دحبور أهلا وسهلا بك يساعد صباحك يساعد صباحكم أهلا وسهلا بك يساعد صباحك أهلا حيمر لما نتكلم عن الدسك فنعرف منك ما هو الدسك وما هي أسباب الإصابة به بداية الدسك هو قرص دائري شبه الصلب يحتوي على مادة هلامية وظيفته الأساسية هي المحافظة على المسافة الطبيعية ما بين الفقرات وامتصاص الصدمات بالعمود الفقري أي خلل في هذا الدسك ممكن يؤدي لأعلام وممكن يؤدي لأعراض كثير راح نحكي عنها كمان شوية إن شاء الله نعم طب إيش الإصابة عفوا بالإصابة بالدسك أو أنه نفقد جزء من هذه المادة الهلامية أسباب الإصابة بالدسك كثير واسعة ممكن نذكر بعضها أنه الجلوس بوضعيات خاطئة لفترات طويلة تناول الأشياء أو الأوزان بالشكل غير صحيح الوقوف الخاطئ النوم الخاطئ الدوران بشكل مفاجأ خاصة في الصباح الباكر نعرف أنه الدسك بيكون أكبر شوي بالصبح فمعرض الإصابة أكثر فأي دوران خاطئ بيكون فيه الصباح بسبب الإصابة بالدسك عادة تمام طيب كيف نعرف أنه عندنا دسك مصابين بالدسك ما هي الأعراض أعراض الدسك ممكن تبدأ بألم موضعي في مكان الدسك سواء كان دسك في الرقبة أو دسك في أسفل الظهر ممكن يبدأ الآلم في مكان الدسك فقط ممكن بعدين يمتد إلى الأطراف حسب طبيعة الدسك إذا كان في الرقبة ممكن يمتد إلى الذراعين إذا كان في أسفل الظهر ممكن يمتد إلى الأطراف السفلية بالمراحل المتقدمة ممكن يوصل إلى ضعف بالعضلات وشلل بالأطراف وعراض كب PhiA0 كثيرة منها بنتحدث مشكلة خطيرة بعض الناس إسمعا أنه يصcja بين العمل الفقري فلانه كم يصول الفقرات العرضة لألام الدسك؟ الفقرات العرضة لألام الدسك هي الفقرات الرقبة بشكل عام والفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفقرات القطنية فقاليا؟ دائما نسمع أنه لديك فقرة الثالثة ورابعة وخامسة يكون كثير من الناس مصابان فيها طيب بالعادة ما هي الحاجات اللي بتخلينا يعني يعني يتكلمون الناس اللي بقعدوا في المكتب بطريقة خاطئة الفترات طويلة جدا يمكن قعدتي أنا وسماح الآن بتكون أيضا خاطئة يمكن مش عارف نعرف منك تزببطنا الجزء السماح قادتها تقريبا صحيحة أنت لازم تحط مخدة أسفل ظهرك وتسنط ظهرك صحيح أن الأشخاص اللي بقعدوا الفترات طويلة خاص إذا كانوا بشكل خاطئ بالوضعيات ممكن أنه يتسبب لهم بآلام أسفل الظهر وممكن أنها تتقدم لحد ما تصير ديسكات كانوا تأشرت كذلك نوع التاكياء مثلا التاكياء القعدة اللي زي هيك الرجعة اللي وراء مستوى اللابتوب إذا انت شغل على اللابتوب إذا رأسك منحني للأمام كثير إذا انت شغل على التلفون كثير هاي كلها الوضعيات ممكن أنها تسبب ديسك وإصابة بالألام طيب شو ممكن الحركات الأخرى اللي ممكن تخلينا نصاب بالدسك عم ذكرت في البداية إنه إذا تحركنا فجأة أول ما صحيحنا من النوم أو إذا كان في حركة دوران مفاجئة هل في ممكن حركات ثانية ممكن نكون من خلالها عرضة للأصابة بألام الدسك هي أكثر هالدوران والإنحناء مفاجئ دوران مفاجئ والإنحناء خاصة زي ما حكينا في الصباح أو إذا استمرت هاي الوضعية لفترة طويلة يعني في ناس موظفين بنك بيكونوا اللابتوب عندهم على يسارهم طيب فبكون منحني بيظهروا ويشتغل بالطريقة هاي في دوران وفي إنحناء هذا معرض جدا لأنه ينصاب بالدسك تمام طيب السمنة النحيفين عندهم لها قاعة عالية أشدخل السمنة أيضا بزياد فكرة الإصابة بالدسك كل ما زاد الوزن كل ما زاد الحمل على العمود الفقري الجهاز العضلي الهيكلي هو اللي بيحمل جسم الإنسان عادة والعمود الفقري عليه وزن مش سهل فإحنا يفترض أنه نخفف الوزن اللي بيحمل عمود الفقري عشان نزيد عمر العمود الفقري فبالمحصلة كل ما زاد الوزن زاد الضغط فبالتالي بزيد الألم من آلام الدسك من خبرتك حابة يعني حابة أسأل إنه مين يصاب أكثر الرجال ولا النساء بحكم كمان الحمل والولادة هل النساء معرضات بسبب يعني هذه العملية إلى الإصابة بالدسك أكثر من الرجال حسنا فعليا ما في بحوث علمية بتحكي أنه الرجال بينصاب أقل أو أكثر من النساء لكن كل إنسان وحسب طبيعة عمله وممكن أنثى تكون كل حياتها صحية وما في عندها شغل مكتب كثير وتكون تتحرك بطريقة صحية وغذاءها متوازن ما تنصابه رجل طبيعة عمله ويحتاج إلى جلوس فترة طويلة أو إنحناء الظهر تمام وينصاب فما في إذن بيعتمد على نمط حياتنا وكيف إحنا بنتعامل وكيف أيضا طريقة جلوسنا هذا بيعتمد على آلام الدسك مية بالمية ما في تصنيف بين ذكر وأنثى في الشغل هذا تمام طيب إذن مشاهدنا هو يزيد مجهز لنا فيديو ونتكلم فيه عن التمارين اللي ممكن تخفف لكم من آلام الدسك في معلش نروح نشوف الفيديو إحنا وانتو إذن ونرجع نخلص حديثنا مع يزيد ترجمة نانسي قنقر إذن شهدنا هذه التمارين وأنا توجه بسؤال لك يزيد العلاج الطبيعي كيف يساعد لتخفيف آلام الظهر وآلام الدسك عند الأشخاص المصابين كل شخص حسب حالته وحسب حدة الحالة وموقع الدسك بس بالمجمل العلاج الطبيعي يتمحور ما بين العلاج اليدوي وهو الأهم تقريبا والتمارين العلاجية والعلاج الكهربائي كل شخص شو بيحتاج ممكن مرات نتطرق للكمدات السخنة والباردة حسب إذا فيه التهاب في شد أضلي بدنا نشتغل على شيء معين فإحنا محصورين بالدائرة الضيقة هاي لكن كل شخص حسب ما بيحتاج التكنيك اللي بنستخدمه معه فما فيه إشي عام لكل المرضى تمام تمام شو وضعيات كمان يمكن خاطئة حنا من سوية النوم على الظاهر النوم على المعدة على البطن مثلا ما الحاجات اللي حنا نسوية دائما كمان بتأثر على الدسك النوم على البطن من الوضايات اللي بتسبب ألام و بتسبب مشاكل في العمود الفقري فالنوم على البطن يعني يعني مقروغ نهائي يفترض أننا نتجنبه النوم على الجنب لازم نحوط مخدة بين ركبنا أو بين إجرينا بحيث أن الجريم ما يكونوا متلاسقين تمام بأن هذا رح يؤدي على إصابة في الحوض بالضبط وبالتالي رح يتصاب أسفل الظاهر طيب تمام الآن كيف مننا نفرق بين آلام الظاهر اللي ممكن تيجي لفترة مؤقتة وإنه إحنا مصابين بالدسك مين؟ كيف لازم نلجأ للدكتور؟ هل في فترة أو هل في ممكن شدة ألم معينة هي بتخلينا نلجأ للدكتور حتى نشخص الحالة؟ هس دائما يفترض أي آلام الشخص المختص هو لي شخصه شو مكان قليل شو مكان خفيف شو مكانة مدة قصيرة دائما شخص المختص هو المؤهل إنه شخص يعني يفترض على طول أن نتوجهه عشان نعرف هل هو شد عضل يبس والمسؤول يحكي لك خلاص مثلا تمارين استطالة وبروح أو هو فعليا حالة مرضية لازم نتدخل فيها طبية تستدعي فحوصات ممكن صور لحتى يشخصوها أكثر مئة بالمئة مرات من اضطر للصور وبناء على الصور بنقرر هل هو ديسك أو لا مرات ما بنحتاج صور بس على الأعراض بنقدر نقرر معا يمكن مع هذه التشخيص الصاحب أولا أهم شيء دائما هو التشخيص الصح بناء علي من نحط الخطة الإلاجية المناسبة للمريض فإذا ما كان فيه تشخيص صحيح غالبا الخطة الإلاجية ما راح تكون مبنية مئة بالمئة ما راح تكون مبنية مئة بالمئة نسمع منك يا زيدنا في ختم هذه الفقرة نصيحة أخير طبعا بنصح الناس جميعا بالبداية أنهم يتخذوا جميع سبل الوقاية من المرض نحن اليوم راح نحن نحكي عن الدسك منقدر نتوقع من الدسك بالتمرين الإلاجية بالتغذية السليمة بممارسة الرياضة بشكل منتظم وبالاطلاع على الوضعيات الصحيحة للجلوس للنوم للوقوف للمشي تمام ونتبعها فيه كثير أشياء بحياتنا كما يقوم بحياتنا فيه كثير أشياء بحياتنا ونحن نتوقعها حتى لا نصاب بالدسك والأشخاص الذين يبعانوا من ألام يتوجهون لشخص مختص مثل ما قلنا يتوجهون لشخص فيه أشخاص غير مختصين يمكن أن يزيدهم من المشكلة يمكن أن يكونوا فيه في البيت أصحابه استشارات القرائمة أو أنواع العلم غير مدروسة يتوجه للشخص المختص ويحل المشكلة قطئيا من أول ما يحس بألام صحيح شوفنا نزد خلاء على اختصاص العلاج الطبيعي هما من حالهم يعملوا عيادات وفعلاً ممكن يخلوا الأمور أسوأ بدل من أن تعالج طيب استخدام الهواتف الذكية هل ساهمت في زيادة نسب الإصابة بالدسك الآن في حياتنا خاصة بين فئة الشباب طبعاً كثير زيادة خاصة في الرقبة نحن بنحكي وبشكل ثانوي بأسفل الظهر يعني لما يكون الشخص أكثر من أربع ساعات هذا معدل استخدام الشخص للهاتف يومياً تمام أربع ساعات والرقبة منحنية للأسفل تمام فهذا راح يسوي تثبيت في بعض العضلات وشد في بعض العضلات وممكن يؤدي إلى دسك بشكل أسرع من الشخص اللي دائماً محافظة على وضعية الرقبة الصحيحة تمام تفضل يعني إن وحداً يتفرجع التلفون في الفترة طويلة يكون مثلاً ممتد مواجه ويحب يرفع التلفون شوي 100% أو يرفع يدي على مخدة أو أي شيء عالي وبناء على هذا الشيء يصير الهاتف على نظر يأنتر براحة تمام لازم هيك نعمل أنا اليوم اتمنت على أن جلستي صحيحة راح ننتبع النصائح بخصوص كمان استخدام الهاتف جزيلا شكر لك أخصاء العلاج الطبيعي يزيد دحبور على كل هذه المعلومات يعطيك العافية الله يعافيكم شكراً شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك